ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد مجلد تبون اليوم اجتماعاً لمجلس البوزراء خصص هذا الاجتماع لقطاعات العدل، العمل، الصناعة، الصحة والمجاهدين بداية وبخصوص شروط وكيفية ممارسة نشاط وكلائها المركبات الجديدة أمر رئيس الجمهورية بإصدار دفتر شروط نشاط وكلائها السيارات الجديدة وهذا خلال أسبوع فقط من خلاله إنهاء كافة الممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية مع الفصل بين نشاط الوكلة المستولدين والشركات المصنعة والتوجه نحو صناعة ميكانيكية وبخصوص المناطق الصناعية وجه سيد رئيس الحكومة بمراعاة التوجهات التالية في التحذير لإعادة بعث نشاط المناطق الصناعية من خلال مشروع قانون يعرض لاحقا على مجلس الوزراء كما أمر وزير الداخلية باستحداث فوري لبتاقة تقنية حول وضعية كافة المناطق الصناعية بالولايات من حيث النشاط والملكية العقارية وأكد الرئيس تابون أن العبرة ليست بكثرة استحداث هذه المناطق الصناعية بل بجدوى أهل الاقتصادية من خلال استحداث مناصب الشغل وتحريك الاقتصاد الوطني لجلب الاستثمار الحقيقي المنتج وليس بالقرارات الإدارية وبخصوص مراجعة تدابير متعلقة بمنحة البطالة ثمن رئيس الجمهورية ما تم تحقيقه لحد الآن في وقت وجيز في هذا الملف وأمر من واصلة سياسة دعمية شباب المتخرج من الجامعة ومعاهد التكوين عن طريق منحة البطالة مقابل متابعة حثيثة لتطور مصاري البحث عن العمل من قبل المستفيد من هذه المنحة وفي أو بخصوص المشروع مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني أكد رئيس الجمهورية أن هدف إنشاء هذا الصرح الطبي هو تكفل بمعظم الحالات المرضية والعمليات الجراحية خاصة المستعصية منها والتي كانت الطلب التحويل إلى الخارج وبخصوص وضع حجر أساس هذا المشروع مشروع المستشفى سيكون في الثاني من شهر نوفمبر المقبل وبخصوص مشروع القانون الأساسي للقضاء وأمر رئيس الجمهورية أمر بتعميم دراسة مشروع القانون أكثر ليتم عرضه في اجتماعات مجلس الوزراء لاحقاً مع مرعاة طرور توفير شروط الارتقاء أكثر بالعدالة وعلى رأسها التكوين والترقية بناء على النضج المهني الكامل للقضاء وتكف الأمثل بهم بالقضاء خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية وأيضاً اعتماد مقاربة الفصل في القضايا عبر كامل المحاكم المتخصصة وبخصوص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من نزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وجه رئيس الجمهوري الحكومة بالأخذ بعين اعتبار الملاحظات التالية على أن يعرض في اجتماعات مجلس الوزراء القادمة التأكيد أن التحولات التي تشهدها الجزائر تقتضي تنظيماً جديداً للمجال النقابي ضامناً لحقوق وواجبات المستخدمين ويساعد على حماية مصالح المجتمع مع استحداث أرضية لوجستية تسمح بتطبيق مضمون القانون الذي يعتبر إضافة حقيقية للعمل النقابي كما كرسه دستور عام 2020 وأن يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحساسة التي لا تجوز فيها الإضرابات على أن يعرض في اجتماعات مجلس الوزراء القادمة وبخصوص برنابج احتفالات مخلدة لذكرى اندلاعي ثورة التحرير أكد رئيس الجمهوري أن الهدف من إحياء هذه الذكرى الغالية هو غرس أبعاد التضحيات في النشألية يوجه في هذا الصدد الحكومة بإعطاء هذه الاحتفالات الأهمية الخاصة لتكون في مستوى ما تعيشه الجزائر من ديناميكية في جميع الأصعدة وفي الأخير أمر رئيس الجمهوري وزير الداخلية بتوجيه الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات الاحترام الصالم لليوم المخصص لاستقبال المواطنين مرة في الأسبوع وإعادة تفعيل دور سجيل لانشغالات المواطنين بالمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بكافة الولايات وإطلاع وسطاء الجمهورية مرة كل شهر بعد التأشير عليه من قبل أولاتي الجمهورية